نعم قال باب قولي الله الآن دخل في أطول قسم والمناهي اللفظية الفاتحة الشركية وهذا يعني كثير جدا ومن حق المؤلف أن يوضي في هذا الكلام لكن ركز على الشركة الأسر لأنه خفي ركز على كفر النعمة من الشركة الأسر وقليل من عبادي الشكور نعم باب قولي الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعرف النعمة أن من عند الله ينكرها كيف؟ باللسان من أين لك هذا؟ قال هذا مالي ورثت عن آباي واجدادي بعرف جبيني بكدي بجدي واجتهادي نحن أشراف نحن آل البيت نحن أكويتيين مثلا أتزعي نعم يقول لها نحل غنب أنتم يعني ممكن نحن أشراف هذا كله كفر للنعم مفهوم؟ هذا كفر بايش؟ باللسان كفر بالقلب يعتقد أن كل ما به من نعمة أنها من الله هذا توحيد ضده كفر بالجوارح يصرف هذه النعمة في شكر المنع المتفضل سبحانه وتعالى نعم كثيرة لأبواب هذه تتكرر معنا كثيرة الآن نعم لماذا؟ وقليل من عباده نعم 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 قال باب قول الله تعالى أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المفرد بالرغوبية لابدان